السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. انا امو عبد الرحمن ودي قناتي على اليوتيوب. النهاردة ان شاء الله هعمل معاكم البفتيج بطريقتي انا. تدبيلة ممتازة جدا. بسيطة جدا جدا. بس طعم ولا اروعة. ده البفتيج بتاعنا النهاردة. الجزار طبعا اللي مقطع بالطريقة اللي انتم شايفينها دي. ده طبعا بيبقى المنطقة معاينة من الفخدة تقريبا كده التليبيانكو. آآ ده بيقطعوا بالطريقة دي علشان البفتيج يبقى وطبعا بيدقوا. علشان تبقى الانساجة بتاعته متفتاحة شوية ويتحمر معانا بسرعة. وعايز اقول لكم ما خدش مني وقت خالص في التحمير بتاعه. يمكن زي البني بالزبط. معايا بقى عصير بصلتين كبار المية بتاعتهم. طبعا بشرتهم على المبشرة. وركنتهم كده عليهم شوية ملح وبيطلعوا المية بتاعتهم زي ما انتم شايفين كده. وعليهم ربع كباية خل بالزبط ربع كباية. وبعدين هحط بقى التوابل بتاعتنا. مش هحط لمون. مش هحط اي حاجة غير الخل ومية البصل. بعد كده هنحط الملح على قدم اقدار اللحمة اللي معانا. اللحمة اللي معايا دي كيلو. كيلو من اللحمة البفتيج اللي انتم شايفينه ده. هحط معلقة او ربع كده من الملح. وكانت كفاية جدا لان طبعا اللحم ما فوش اي عظم ما فوش اي حاجة بيتملح بسرعة جدا معانا. معايا معلقة كبيرة من بهارات اللحمة. ودي ما فيش غينة عنها عشان الطعم الخرافي اللي انا وصلت له. دي كمان معلقة فلفل اصمر. هنحط كده معلقة بهارات لحمة معلقة فلفل اصمر. وهنقلب ومش هنحط اي حاجة تاني اكتر من كده. لازم نقلب كويس جدا علشان البهارات تضوب مع مية البصل. وكمان الملح يضوب معنا. مش هحط حاجة تاني خالص ولا حط زيت ولا اي حاجة. بصوا المنظر عامل ازاي? عارفين بقى الخلطة الصغيرة دي? ريحتها عاملة ازاي? ريحتها تحفى. تحفى. واللحمة بقى هي المية دي بتتغلغى لجوه اللحمة كده. بتخلي ريحت اللحمة وطعمها حاجة فوق الخيال. آآ في حاجات كتير ممكن لما تقطري البهارات قوي ما تاخدش النتيجة المزبوطة. وفي حاجات يبقى بالزبط نوعين تلاتة من البهارات يمشوا مع بعض يدوكي احلى تدبيلة. دي بقى هنبدأ لنزل شرايح البفتيك معانا كده. ونحاول نقلبها ونخلي دايما المية والسائل اللي احنا جاهزنا ده يغطي ان كل القطع بتاعتنا آآ هيوصلها السائل ده. ومش هنصحك خالص تضيفي عليها حاجة تاني. الخلي كفاية قوي مع مية البصل. علشان يسويها ويطريها. ويخلي طعمها اللي انا بحكي لك عليه ده. بجد رحيتها وطعمها حاجة كده تانية. بدأت بقى حط القطع كلها كده مع بعضها وهبدأ اقلب كويس جدا علشان كله يضغط زي ما احنا قلنا. طبعا عشان تاخدي نتيجة كويسة لازم تكوني بتعملي الحركة دي من بالليل. انا فعلا بعملها دلوقتي بالليل وهسيبها للصبح. لحد ما تبقى كويسة جدا او للظهر لحد ما تبقى خلاص جي وقت تجيز الغداء هبدأ احمرها. هتكون منها استوت كويس. ثانيا اتشربت التدبيلة كويس قوي. ومش محتاجة كمان سوى كتير عن نار. قلبتها زي ما انتو شايفين وخلتها كلها كده تدخل في السائل ده. وبعد كده هنسيبها وهن زي ما قلت لكم هنغطيها ليلة ونصبح ان شاء الله نقليها وهنقليها مع بعض وهنشوف هنغطيها الكفر بتاعها هيكون ازاي والنصائح المزبوطة علشان تحمريه كويس ويطلع ناتيك تو ممتازة معيك. كده انا هنغطيه زي ما انتو شايفين بالستريتش وهغطيه في التلاجة وللصبح ان شاء الله نبدأ نشوف هنعمل ايه? هنيجي بقى لتجهيز الكفر اللي معانا دي اللحمة بعد ما باتت. بصوا شكلها بقى اعمل ازاي? لونها فتح خالص وتشربت الوسائل اللي كان فيها بدرجة قوية جدا. وبعدين معانا بقى الدقيق ده كمية من الدقيق مش هنضيف عليها اي حاجة هو حوالي اقل من نص كيلو دقيق. معايا كمان بقصمات يستحسن البقصمات الجاهز بتاع الشركات ما تجيبيش بقصمات انت عاملاء او بقصمات اه اللي هو بيبقى في آآ بيبقى سايب كده بيتحانوا للقرص والعشر فين والحاجات دي لأ. هاتي بتاع الشركات ده عشان يديكي دايما اللون الدهب الحلوة قوي في التحميل. معايا بقى السائل ده عبارة عن كباية كده من اللبن. كباية اللبن مهمة جدا هتديكي طعم روعة في آآ قلي البفتيك. هنحط كباية اللبن وهنضيف عليها بطين. ده كده السائل اللي انا هحط فيه اللحمة الاول. ممكن تحطي كباية لبن عليها البطين ممكن تحطي كباية ونص. انا حطيت كباية واحدة من اللبن وعليها البطين كانت ممتازة جدا. طبعا هحط بقى على اللبن ده آآ ملح وفلفل اصمر. وهقلبه كويس جدا مع بعضه علشان يبقى جاهز لنحط فيه البفتيك. هنحط في الدقيق طبعا الاول وبعدين في البيض اللبن وبعد كده في البقصمات. حطيت ملح ودلوقتي بحط الفلفل الاصمر وهبدأ اضربهم مع بعض عشان يكونوا جاهزين لقالي البفتيك بتاعنا وعشان اقول لكم حاجة حلوة قوي احنا هنحط على البفتيك بتاعنا ويستحسن ان انت تحطيه في الفريزر نص ساعة قبل ما تقليه. انا الصراحة النهاردة مستعجلة ومش هحطه خالص. وعلى فكرة هي مش هتفرق كتير هي مش هتفرق حاجة. بس يعني بيخلي طبعا البقصمات اللي على الوش داي الجمد. فبيبدأ يتقلي معيك من غير ما ينزل اي رواسب في الزيت. وبيبقى طبعا الكفر ماسك عليه جامد جدا. احنا ان شاء الله هنعمله على طول وبرده هيكون الكفر بتاعه كويس قوي. انا جبت اللحمة على يمين كده طبعا بعيدة عن الاضاءة فظهرت معانا غمقة هي مش غمقة خالص. انا حطتها على اليمين كده بعيد فطبعا مش تحت الاضاءة خالص. بس ما فيش مشكلة انا ورتها لكم قبل كده. انا حطت في الدقيقة دلوقتي وبعد كده هنزلها في السائل اللي هو اللبن بالبيض. وبعدين هنبدأ نحطها في البقصمات. بصوا بقى ايدي وانا بعمل في البقصمات بعمل ازاي? انا حطت الشريحة وبدأت احط عليها البقصمات زي ما انتم شايفين? ومش هعركها من مكانها غير لما اضغط خالص خالص. بصوا. بحط عليها كده البقصمات في مكانها واضغط جامد. وبعد كده بقى اشيلها وحط بقصمات اضغط جامد جدا جدا. مهمة اول حركة دي. بصوا شكلها. بقى متماسك جدا عليها وما يهمكش خالص. حتى لو ما حطتهاش في الفريزر هتقدر يتقليها بسرعة من غير ما ينزل من عليها اي حاجة. حطت الدقيق وبعد كده حطت في السائل اللي معانا. وعلى فكرة ممكن تستغني عن اللبن. يعني عايز اقولك لو انت ما عندي كيش لبن وحبة تقلي ممكن تقلي في البت بس. بس نتيجة اللبن افضل بكتير. بصوا انا بقرب لكم دلوقتي عشان اوريكم احنا بنعمل ايه على القطعة بتاعة البفتيك عشان تاخد النتيجة حلوة قوي. بنحاول نلم البقصمات كده عليها من فوق ونضغط بادينا ضغط جامد جامد بحيس انها تلزق فيها الطبقة دي كويس جدا. هبدأ اقلبها تاني. اهي. واعمل نفس الحركة وهضغط بايدي وهتطلع معانا زي ما انتم شايفين كده. بصراحة ممتازة جدا جدا. وزي ما قلتلكم الطريقة دي مش هتخليكوا تحتاجوا ان انتم آآ تحطوها في الفريزر قبلها ولا حاجة. خلصت كده الكفر اللي على اللحمة بتاعتي وهنبدأ نروح على النار. والنصيحة بقى اللي هقولها لك دلوقتي البفتيك بيتقلي في زيت آآ بسيط جدا. ايه وعي تقلي البفتيك في زيت عميق? هيترى معاكي وهينزل الطبق اللي عليه ومش هتبقى النتيجة كويسة ابدا. دي طاصة حطت فيها شوية زيت خفيف. يعني ما تحطيش حتى زيت زي قالي السمك ده انت هتحطي حبة خفيفة خالص. بصوا الكسافة بتاعته مش عالي خالص. هبدأ احط بقى طبعا هو سخن زي ما انتم شايفين. وهبدأ احط قطع البفتيك وهيستوي على نار متوسطة او اكتر من المتوسطة. ما بياخدش سوى نهائي. بمجرد اللون ما يبقى دهبي بقلب على طول. ما بفكرش اللحمة استوت ولا لأ هي استوت. لانها موجودة في التدبيل طول الليل وفي نفس الوقت هي مدقوقة معمولة شرايح مظبوطة ومدقوقة ورقيقة. فيادو بتاخد اللون يادو بقلبها الناحية التانية. لون دهبي ممتاز. وعايز اقولك ان بصي. هقلبها دلوقتي قدامك. ايه دي لون البفتيك من الناحية اللي اتحمرت. روعة جدا جدا واستوى كويس جدا. اهي. حاجة كده جميلة. مش عايز اقولك بقى الريحة والطعم. دي حاجة تانية خالص. جربت تدبيلة دي بطريقتي. ان شاء الله تعجبكو. عايزاكو طبعا لو عجبتكو تكتبو لي لازم في الكومنتات انتو لقيتوها عاملة ايه الطريقة دي. انا كده حطيت وقلبت الناحية التانية وبمجرد ان شاء الله ما يتحمر بنشيله. بصوا دلوقتي هتلعوا بقى خلاص كده بقى ممتاز. استوى كويس جدا هنبدأ نشيله عشان نحط تاني. ولو لاحظتوا انا مش مقترة في الطاسة كتير ممكن اتاخر القطعة دي وحط تاني لكن انا سايبة القطعة تتحط براحتها كده علشان تستوي تبقى مقرمشة. آآ آآ ما ينزلش الطبقة من عليها. كل حاجة تبقى مزبوطة فيها. كل حاجة بتعمليها بالهداوة كده وعلى مهلك بتعمليها مزبوطة ومتقنة. هنبدأ نحط تلاتة تانيين وعلى فكرة الشريحة كبيرة مش صغيرة. والطاسة واخد تلاتة مع بعض. حلوين قوي كده وما خدش معايا وقت طويل على فكرة. بصوا بالمنظر ده. طبعا انا وصلت القلي بالطريقة اللي انتو شايفينها دي. وكانت نتيجة روعة جدا جدا. اتمنى منكو طبعا ان انتو تجربوها. بس لازم اللي يجربها يعمل لي لايك للفيديو ضروري. كمان لو عايزين تشايروا الفيديو عشان دايما الاستفادة تعموا كل يعرف الطريقة. آآ وكمان تشتركوا في القناة لو بتشوفوني الاول مرة وحابين تواصلوا معايا آآ باقي وصفاتي ويجيلكوا اشعارات من قناتي يبقى لازم تفعلوا الجرس. وتشتركوا في القناة علشان دايما يوصلكوا كل الوصفات. قربتلكوا الكاميرا عشان اوريكم البفتيك وهو بيتحمر بالمنظر ده. بصوا لونه عامل ازاي? وبصوا الزيت عامل ازاي? الزيت خفيف خالص في التصم من تحت. وقادي قطع البفتيك الدهبي معانا الجميلة جدا بعد ما قلناها. حاجة كده جميلة جميلة جدا. وطبعا خلصت بقى القلي بتاعي وجهزت البفتيك وهوريكم دلوقتي ما شاء الله كمية اللي الكيلو عملها. كمية جميلة جدا جدا. يعني عايز اقول لكم ان الاكلة دي تعتبر موفرة. يعني الكيلو عامل قطع كتير يكفي افراد كتير على فكرة. يعني مش عايز اقول لكم يكفي لغاية تمن افراد ممكن يكفي لانها فعلا كمية كويسة جدا. هحط بقى بدل اللي انا شلته زي ما انتم شايفين وانا مقربة الكاميرا ان القطع فعلا كبيرة. وانا بحط تلاتة بس ومش هعمل اي مساحة يعني لما بيقل حجمها ما بحاولش اتخرها واحط غيرها عشان سخنية الزيت دايما تتركز في تسوية القطع دي. خلصت البفتيك وزي ما قلتلكم بصوا النتيجة النتيجة هيلة جدا جدا. وعايز اقول لكم انها كانت قطع كتيرة كمان. الكيلو عمل قطع كتيرة يعني لو افراد الاسرة عدد متوسط يكفيك نص كيلو. طبعا عملت جنبه النهاردة مكارونا حمراء منتازة جدا جدا. هو مع المكارونا كده حاجة واحد. وبصراحة طعم روعة جدا. اتمنى بقى ان الفيديو بتاعي اعجيبكم النهاردة. وما تنسوش اللايك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اشتركوا في القناة